معبد كاما مجموعة أثار خجراه هذا خجراه في الهند وفي أثناء القرون الوسطى كانت هذه القرية العاصمة المزدهرة لأسرة شانديلا الحاكمة وبنى حكام هذه الأسرة المعابد وهذا هو أكبرها ويرتفع إلى قرابة أربعين مترا وقد بني على شكل جبال الهمالاية التي تعتبر مقدسة ويعتقد أنها بيت الآلهة وما زال باقيا أكثر من عشرين منها وهذا هو معبد متنجان شوار وينتصب في وسط المعبد رمز ضخم لقضيب الرجل يمثل طاقة الحياة غير المحدودة وثم تراهب يبارك أحد التابعين بالماء المقدس إن الله سوف يكافئ هليك الذين يصلون له بإخلاص ويمنحهم قوى جديدة والحائط موطى بكامله بالعديد من النقوش إن المعبد بأسره والنقوش التي لا حصر لها يمتزجان معا لإعطاء الإحساس بالكون وهذا هو تمثال شيفا الإله الهندسي ومن المثير للاهتمام أن التمثيل النسائي المحيط به من نفس الحجم وهي حوريات سماوية معروفة باسم شيفا وفي الهند ساد الاعتقاد طويلا أن الأنثى تمتلك القوة التي تخلق الحياة وهي مصدر الخلق في الكون كما تقدم تمثيل الأبسارة لمحة عن الحياة في القصر وهذا التمثال يمسك بيده مرآة لتصفيف الشعر هذا التمثال يرتدي الثياب وذاك يضع مكياج العين وعلى أي حال فإن أبرزها هي تلك النقوش ذات الطابع الشهواني وهي تسمى ميتونة وتعني زوج واحد وكان يعتقد أن الأفعال الجنسية لا يجب إخفاؤها فهي من الأمور الطبيعية ويجب أن تعتبر أفعال توافق واستمتاع كما توجد هنا بعض نقوش الميتونة الفكهية وهتان المرأتان التي تقفان بجانب المرأة والرجل المتعانقين يبدو عليهما بعض الحرج ولكنهما ما زالتا تركزان على ما يحدث واتحاد الرجل بالمرأة له قيمة دينية هامة تتجاوز فهمنا للفضيلة والرذيلة